اشتركوا في القناة ويظل الأوضاع الدقيقة الراهنة والتحديات غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة العربية والعالم انعقاد القمة العربية الثالثة والثلاثين في مملكة البحرين كان العنوان الأبرز في مختلف الصحف ووكالات الأنباء الخليجية والعربية والدولية خلال الأيام الماضية هذا الزخم الكبير للمقالات والتحليلات والحوارات التي تناولت دلالات استضافة مملكة البحرين للقمة العربية بدورتها الثالثة والثلاثين هو تأكيد على ما تتمتع به الدبلوماسية البحرينية من مرونة وقدرة على التفاعل الإيجابي مع القضايا والملفات المختلفة وبما تملكه من علاقات إيجابية مع جميع الدول العربية والمبنية على الاحترام المتبادل بفضل القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومسندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بعد انتهاء جدول أعمال قمة البحرين سلطت مختلف الصحف ووكالات الأنباء المحلية والخليجية والعربية الضوء على نجاح المملكة في استضافة هذه القمة وبما وثرته من إمكانات من حسن التنظيم والعناية بأدق التفاصيل وحجم الاستعدادات المبهرة التي فرضت نفسها على المشهد فيها وأبرز نتائجها التي ستثمر بنشر المحبة والسلام والتعايش والأمن والاستقرار في ربوع العالم العربي